يا ليل طوّل ساعتك يا ليل ابن العافظة لغوة تاعت الولياء تتوى لغادي العثمان عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار عظم الله أجورنا وأجوركم أفاضى الله سبحانه وتعالى على العلاقة الزوجية حالة من الرحمة والمودة والسكينة وكذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم مجموعة من التوصيات والمواعظ وبين لنا مجموعة من الآداب والأخلاقيات المرتبطة بالعشرة الزوجية والعلاقة الزوجية ثم زودنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بمجموعة من التشريعات التي تنظم هذه العلاقة بين الأزواج وجود هذه التشريعات الخاصة بالعلاقة بين الأزواج كما ذكرت في الليلة الماضية لا يراد منه أن تتحول الحياة الزوجية إلى حياة ميكانيكية الحركة ميكانيكية الطبيعة وكأنك تتعامل مع شيء هندسي مع رياضيات أو شيء من هذا القبيل قوانين وقواعد تلتزم بها هذا واجب عليك وهذا واجب علي وهذا ما يجوز لك وهذا ما يجوز لي وبالتالي هناك مجموعة من القوانين يلتزم بها كل طرف فحسب ومن خلالها اتم عملية العلاقة الزوجية الناجحة لا هذا الكلام غير سليم أبدا عندما نقرأ القرآن الكريم وندرس القرآن الكريم في الآيات الخاصة بالزواج والمشكلات المرتبطة بالزواج سنجد بكل وضوح أن المسألة ليست مسألة تشريعات فحسب هذه جزء من الصورة من يريد أن يكون حياة زوجية سعيدة ما يأتي من البداية كما يفعل بعض الشباب يعني نتيجة سوء فهم حاصل عندهم من يروح يخطب ويبدأ يتناقش مع البنت مثلا على أساس أن إذا ازوجنا شلون تكون حياتنا رتبها مع بعض يقول لها حقوقك واحد اثنين ثلاث اربع حقوقي واحد اثنين ثلاث اربع تلتزمين فيها أكون معاش خوش آدمي ونعيش حياة سعيدة ما تلتزمين فيها راح ندش بمشاكل ترى من الحين أقول لك هذا الكلام غير سليم فهم ناقص لمسألة العلاقة الزوجية وكيفية ترتيب الحياة الزوجية من منظور إنسان متدين يريد أن يلتزم بما أملى عليه الله عز وجل في القرآن الكريم ولذا على الطرفين أنهم يراعون الأمور التالية أولا نعم منظومة الحقوق والواجبات هي تمثل الحد الأدنى في العلاقة بين الزوجين شنو يعني الحد الأدنى يعني إذا ما كان بينهم أي مجال للمودة والرحمة والتفاهم والسكينة يعني حياتهم جامدة جسد بلا روح حين ذاك يلتزمون بقضية القوانين هذه الأحكام الشرعية حقوق وواجبات حتى إنه يقدرون يضمنون استمرار الحياة الزوجية لكنها حياة بائسة يدخل الرجل للبيت ما يشعر بالدفء تدخل الزوجة إلى البيت تجد بأن هذه بيئة طاردة ما تشعر أن الزوج لما يدخل عليها مرحب به في روحها ونفسها وعقلها وبالتالي حين ذاك ممكن يستمرون ولكن الجليد يعمل مكان الجليد في العلاقة علاقة جامدة لا روح فيها هذا نمط لكن هذا من كافي شيء الثاني الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه العلاقة أن تكون في حدودها الدنيا هذا الشيء يجب أن نفهم الله سبحانه وتعالى هو يقول أنا أفضت على هذه العلاقة الرحمة والمودة في موطن آخر إنها سكن وهذا الأمر ما يتحقق بواجباته وحقوق هذا الأمر يتحقق لما تكون الحالة الشعورية العواطف والمشاعر متحركة وحاضرة وفعالة لما يكون فيه تبادل بالأحاسيس لما يكون فيه هدية من هذا الطرف وهدية من الطرف الآخر والهدية مش تكون ماديا الهدية قد تكون معنوية الهدية قد تكون تصرف جميل كلمة جميلة هي تضفي على البيت وعلى العلاقة نوع من الحيوية والرونق في هذه الحالة وبالتالي عندما تعطي الزوجة شيئا من هذا عندما تشعر بأن الزوج جزء من كينونتها ومن كرامتها وعندما يشعر الزوج بأن هذه الزوجة جزء من كينونته ومن كرامته فيفيض كل طرف منهما على الآخر من المحبة والمودة والرحمة والكلام الطيب والمشاعر الجميلة حين ذاك هذه الصورة تكون هي الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للعلاقة الزوجية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها في حالة سكن سكينة سكينة يعني شنو؟ يعني أنت تطمئن من تشوف هذه الزوجة من تدخل البيت وتستقبلك من تدخل بيتك تشعر بحالة راحة وطمئنينة ما في مشاكل وعوار راس من تدخل البيت أوحنة وطلبات ووين كنت ووين رح لا هدوء وترحاب وتلقي بكل كلمات الترحاب التي قد تأتي من الزوجة والعكس صحيح أن الزوجة عندما تجد هذا الزوج يدخل عليها البيت تجده مبتسما مرتاحا في هيئة جميلة يدخل عليها بكلمة جميلة بهدية جميلة بابتسامة جميلة على الأقل يشكرها مثلا على ما أنجزته خلال اليوم من عمل داخل البيت بالتالي مثل هذا يحقق حالة السكن اللي الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها ليسكن إليها الله خلقنا حتى تكون العلاقة بهذه الصورة فأي صورة مخالفة لهذا لمن ما يكون فيه سكينة وطمأنينة وارتياح نفسي معناه هذا أن العلاقة على خلاف ما يريده الله عز وجل ثالثا هناك آداب وهناك أخلاقيات خاصة بالحياة المشتركة بين الطرفين مع حقوق الواجبات ومع قضية المشاعر وكذا هذه الآداب أسلوب الكلام أسلوب التعبير ذكر في بعض الروايات عن أهل البيت عن أمتنا عليهم السلام يقولون احنا من ينولد عندنا الولد نكنيه نعطيه له كنية ثم بعد ذلك إذا تزوج وصار عنده ذرية أن أحب أن يحتفظ بتلك الكنية يحتفظ بها وأن أحبا يغيرها يغيرها مثلا الإمام الحسين عليه السلام شو مكتوب دائما في الشعارات كذا السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين مع أنه ولد الأكبر منه علي بس هو من الصغر كان ينادونه يا أبا عبد الله واحتفظ بهذه الكنية لماذا يكون في تسمية للطفل أو تكنية للطفل عندهم من أول ولادته حتى يحسسونه بماذا يعطونه نوع من القيمة حسسونه بقيمته في الحياة أنه أنت عندك هذه الكنية كأنك أنت إنسان كبير عندك مسؤوليات وعندك كذا فبالتالي بعض الأمور بعض الأخلاقيات بعض الآداب الإنسان لمن يتعامل يا أم فلان يا زوجتي العزيزة يا كذا تعطي حالة من النفخة الروحية في هذه المرأة التي لربما تجد بأن هناك نوع من البرود في العلاقة أو تجد لربما أن الزوج كان بعيد عنها أو لربما تأتيها بعض الشكوك وكذا أو لأي أمر آخر أو لأن الحياة روتينية لكن لمن هو يناديها بأفضل المسميات التي تحبها حين ذاك تشعر بكرامتها مثل ذاك الطفل اللي هو صغير وينادون يا أبو فلان هذا يعطي نوع من القيمة والشعور بأن إنسان يعني لا قيمته من قبل هذا الذي ناداه بمثل هذه الصورة لكن مع هذا خلافات مثل ما قلنا البارحة الأصل أن الناس يتعايشون لكن الخلافات تأتي نزاعات تأتي وهذه الطبيعة البشرية موجودة الأنانية موجودة حب الدنيا موجود وقضايا كثيرة بالتالي الخلافات والنزاعات وكذا ممكن تحدث بين الأزواج ويحدث التخاصم وحدة منها الله سبحانه وتعالى نقلها في القرآن وخلدها في القرآن يعني على طول هذه القرون منذ نزول القرآن إلى اليوم اللي يبيختم القرآن لازم يمر على هذه السورة غصبا عليه وأول آية فيها هي قضية مشكلة زوجية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يعني هذه المرأة المسكينة المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ما وجدت سبيلا لحل مشكلتها مع زوجها الذي ظلمها الذي لم يعطها حقها الذي لم يقدر لها شريك أنها شريكة حياته هذه الزوجة لم تجد إلا أن ترفع يديها إلى الله عز وجل وتشتكي من الوضع الذي ما في أحد ينصرها ولذا رجأت لجأت إلى الله الله هو المشتكى والله هو سميع بصير ثم لجأت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لتبحث لربما عن حل الرسول صلى الله عليه وآله يعطيها يعني حل لمشكلتها اللي لها بعد شرعي ولها بعد يرتبط بطبيعة المعاشرة والأخلاق والتصرفات الصادرة من زوجها فهنا الله سبحانه وتعالى انتصر لإمرأة في هذه الآية بأن يقول ترى أنا سمعتك هذا شيء عظيم أن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا رسالة يقول انتبه إلى المظلوم ترى المظلوم مشرط أن تكون حاكم على أساس تظلم أحد ممكن المظلوم في بيتك وانت تمارس الظلم معه هو إنسان مستضعف وتستغل استضعافه أو تستغل العنوان اللي أنت تمتاز فيه أو الميزة اللي الله أعطاك إياها أنت لك القوامة الله سبحانه وتعالى أعطاك القوامة هذه القوامة ميزة للرجل تفضيل للرجل لا بمعنى أنه أفضل مطلقا من المرأة وإنما أعطاه ميزة بسببين مذكورين في القرآن الكريم واحد منهم أن الرجل عادة هو الذي ينفق هذا هو الأساس وشرعا هو الملزم بالإنفاق ومن جهة أخرى لأنه عنده صفات معينة صفات هي خلقية الله خلق هكذا من ناحية العضلية من ناحية العقلية من ناحية نفسية هو الأقدر على الإدارة وعلى السيطرة وإقرار الأمور هذا هو الواقع الآن في حالات استثنائية إي نعم في بعض المجتمعات تخالف هذا الأمر إي نعم لكن الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى صور جزئية الله ينظر على صورة العامة الغالبة وكيفية الخلقة فأعطى الرجل القوامة الآن أنت بقوامتك بصوتك العالي بعضلاتك المفتولة بضخامة جسمك تريد أن تظلم انتبه إن في مورد الله ذكر إنه هو انتصر لهذه المرأة فكما أن الله قد سمع لها فالله يسمع لكل زوجة يظلمها زوجها والعكس صحيح في نساء مفتريات والمرأة التي تظلم زوجها بصور الظلم إذا اشتكى الرجل إلى الله لأنه أصبح بلا حيلة حين ذاك الله يسمع لكن حالات الرجل أقل في بعض الروايات يقول طلقها إذا هي مفترية لهالدرجة وانت مقادر طلاق بيدك طلقها ريح نفسك فبالتالي يقول دعاء الرجل على زوجته مو مستجاب في بعض الروايات ليش يقول ليش تدي عليها إنها تموت مثلا أو إن الله ياخذها ليش تدي عليها طلقها إذا أنت الهالدرجة مو مرتاح وهي سبب المشكلة ومقادر تعالجها قلت تروح لحال سبيلة شوف لها حياة ثانية وانت روح تشوف لك واحدة ثانية فدعائك يقول مو مستجاب أنت الرجل أما المرأة قد سمع الله وبعدين النبي صيب قال اتفاعل معاها ونزل التشريع في الآيات اللاحقة من سورة المجادلة وإلى اليوم نقرأ هذه الآيات وهذه السورة المباركة هذه واحدة من صور المشكلات التي قد تحدث بين الأزواج والقرآن الكريم عالجها من ناحية التشريع توصيات أخلاقية محاولة أن الله سبحانه وتعالى يحرك الحكمة عند الإنسان في التصرف ويحرك المشاعر عند الإنسان والتجارب السابقة بين الزوجين وبالتالي من مجموع هذا كله الله سبحانه وتعالى يحاول أن يعالج المشكلة هنا أو هناك لكن إذن سد الطريق والطرفين ما قدروا في النهاية أن يحققون بيت السكينة وأيضا الحد الأدنى مقادرين يحققون اللي هو مسألة الحقوق يلتزمون فيها فحين ذاك يبدو أن آخر الدواء الكي وهو الطلاق من الخلافات طبعا ما قد يكون سببها النشوز ومن الخلافات ومن النشوز ما يكون نتيجة الخلافات من الخلافات ما يكون سببا أن أحد الطرفين عنده نشوز فتصير مشاكل أو أن بينهم مشاكل فيؤدي أن طرف يقرر أنه يبتعد عن الطرف الآخر وما يعطي حق مثلا حق معين أو مجموعة الحقوق أو يتعامل معاه بأسلوب خشن أو غير ذلك طبعا بمجرد ما نقول النشوز المتبادر إلى الأذهان هو أن المرأة تتصرف بشكل سلبي تجاه زوجها بما يتعارض مع حقوق الزوج أو بما يتعارض مع عنوان المعروف اللي هو طبيعة العلاقة الزوجية ومع معنوان المودة والرحمة فإذا تصرفت بخلاف واحدة من هذه الأمور يقال هذه زوجة ناشز هذا اللي يتبادر إلى الذهن لكن إذا تبون الصج الله سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي ذكر فيها نشوز الزوجة ذكر أيضا نشوز الزوجة لكن وايد من الناس ما يدرون إن القرآن متكلم عن إن الزوج قد ينشز أيضا يعني يسيء التصرف بحيث تصرفات تكون متعارضة مع كل أو بعض حقوق الزوجة أو مع عنوان المعاشرة بالمعروف بصورة أو بأخرى وما يحقق مثلا مودة ورحمة وشيء من هذا القبيل حين ذاك يكون الزوج هذا ناشز كما أن المرأة ناشز نفس الشيء في الآية أربع وثلاثين من سورة النساء والتي تخافون نشوزهن هذا يخص الزوجة في الآية أميو ثمانية وعشرين من سورة النساء وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوزًا البعل الزوج وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوزًا فإذاً الزوج ممكن يصير ناشز وممكن المرأة الزوجة تكون ناشز في اللغة من ناحية لغوية نشز يعني خرج عن المعتاد أرض مستوية ثم فجأة في نتوء فيقولون هذا نشز يعني شنو يعني خرج عن الوضع المعتاد ولذا واحد لما يكون صوته مثلاً قبيح بشكل كذا شي يقولون نشاز صوت نشاز بعد شي يقولون يقولون أرض نشز يعني أرض غير مستوية فيها نتوءات أرض نشز فإذاً الخروج عن الوضع الطبيعي ما هو الوضع الطبيعي اللي ذكرته أنا في بداية المحاضرة إنه يكون مودة ورحمة ويكون سكينة ويكون مع هذا كله التزام بمنظومة الحقوق والواجبات اللي بين الطرفين طيب هل بالضرورة إنه يكون طرف من الطرفين قد تخلى عن كل هذه حتى نقول ناشز لا ممكن وحده ممكن الزوج لا يشارك زوجته الفراش يهجرها في فراشه من دون ما تكون عندها أي أسباب هذا يعتبر زوج ناشز وقد يكون بالعكس الزوجة هي اللي تسوي هذا الشيء فتكون المرأة هذه ناشز أو ما تمكن نفسها لزوجها تسمى ناشز أو أن هذه المرأة مثلا طويلة اللسان تجتم تهين تهين بأهله تحقر إلى آخره هذا أيضا ممكن تكون ماذا ناشز مع أنه هو شيء واحد مع قد ليس بالضرورة أن كل هذه المنظومة الإنسان يختلف يعني ما يلتزم فيها حتى نقول أنه ناشز طيب صلوا على محمد كيف نعالج هذه المسألة مسألة النشوذ سواء من الزوجة أو الزوجة في خطوات لازم نتبعها أولا قضية مثل ما أن الحياة الزوجية ليست ميكانيكية المعالجة أيضا ليست ميكانيكية ولكن في خطوات يحبذ أن الإنسان يخطو هذه الخطوات حتى أنه يعالج هذه المشكلة وحدة من هذه الخطوات أو أهم خطوة من هذه الخطوات أن نعرف ماذا وراء ذلك إذا إحنا ما عرفنا ما هو سبب المشاكل بين الطرفين أو ما يؤدي إلى أن هذا الطرف ينشز إذا ما عرفنا ما هو السبب لربما ندور في حلقة مفرغة ونعالج في اتجاه والخلل في اتجاه آخر ولذا تعود المشكلة من جديد ولربما تتفجر بشكل أكبر ولربما تتطور إلى مثلا اعتداء جسدي أو غير ذلك أول شيء أول خطوة أهم خطوة أن ننشخص ماذا وراء ذلك مصارحة المشكلة بين الأزواج عادة بحسب تجارب كثيرة يعني حالات مرت عليه بأن ما يصارحون بعضهم يحتاجون إلى طرف آخر أو واحد منهم يحتاج إلى طرف آخر يثق به ويدخل كوسيط بين الطرفين من أجل أنه يتعرف ما هي المشكلة الحقيقية حاب له وحدة ثانية مثلا فيكره هذه كبرت في السن فطلعت من عينها وهذا عندنا رواية حتى في بعض في آية من الآيات يقول أنه سبب نزولها أنه واحد شاف زوجتك كبرت بالسن كذا فأخذ عليها شابة يوم أخذ عليها هذه الشابة طلعت ديش خلاص ما صار لها اعتبار عنده ما قام يدير لها بال وقال لها إذا أنت مو مرتاحة من هذه الحالة روح الحال سبيل اش طلقش يا قات لا ما بك تطلقني أنا وين أروح إذا تطلقني أنا راضية أنه ليالي عندها ديش بس ليلة وحدة أنت مثلا كل أسبوع مرة وحدة مر علي بس ابقني على ذمتك لا تطلقني الله سبحانه وتعالى يقول الصلح خير إذا تفقوا على هذا خلاص يتصالحهم طبعا المفروض أنه ما يصير بهذا الشكل ناكل لو وصلوا إلى حد أنه مقادر نفسيا ما يبكر هنا لازم نعرف ماذا وراء هذه المشكلة لماذا حصل النشوذ هذه خطوة مهمة جدا ثم بعد ذلك عندنا خطوات يذكرونها الفقهاء لمعالجة أو لخطوات يعني نلتزم فيها بحيث أن نحن نحاول أن نرفع هذه الأسباب أو نقوم السلوك بحيث أن العلاقة تحاول أن ترجع إلى الوضع الطبيعي للأزواج في خطوات إذا الزوج صار ناشز وإذا الزوج ناشز في خطوات من أين جيئة بهذه الخطوات جيئة بها من القرآن الكريم ومن بعض الروايات وسولنا خطوات بهذا الشكل الآن قد يكون في خلاف فقهي عند بعض الفقهاء هالخطوة يلغيها ذاك يلغي هذه الخطوة هذا ما يراها هذه مسألة ثانية لكن بشكل إجمالي المسألة كالتالي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تعالوا حق نشوز الزوج أولا تسلك الزوجة معه سبيل الأخلاق الفاضلة صبرا ومداراتا وتوددا لعلها تستطيع أن تكسب قبله هذه أول خطوة يعني بالطيب ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا مو بس في العلاقات الخارجية حتى داخل البيت إذا هو ناشز مبتعد كذا أو أخلاق صارت سيئة بالتودد بمزيد من التجمل تحاول تكسب قلبه تحاول ترجع إلى أحضانها مجددا كي لربما تعود الأمور بشكل سليم عن إسحاق الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول شو هذه الرواية لطيفة للرجال سمعوا هذا الكلام هذا اللي يعني عنده نوع من النشوز لا ربما مو كامل يمكن جزئي عن زوجته شوف هذه الرواية يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة نوع من العطر فقال أتتكم الحولاء في أمرأة كان معروفة بهذا الاسم انتبهوا في ذاك الوقت يمكن غير عن زمان الحين لو تقول عن واحدة الحولة مثلا ممكن تعتبر مسبة قبل كانوا الناس مرات على بساطتهم عادي الأعرج الأحوال كذا ومتقبل أصلا ويصير مثل عائلتها يعني أو اسمها لقبة هكذا فما كان عندهم مشكلة أتتكم الحولاء كأن هذه كانت معروفة بالطيبة دائما تكون مطيبة بهذا الطيبة فقالت هو ذا أم سلمة تقول فقالت هو ذا هي تشكو زوجها كان كان يا رسول الله قاعدت تشكى من زوجها فخرجت عليه الحولاء سمعت الرسول موجود فقالت بأبي أنت وأمي إن زوجي عني معرض ما يعطيني وي ما يعطيني فقال زيديه يا حولاء تجملي أكثر تدلعي أكثر كذا بطريقة ما حاولت تكسبين قلبه قالت ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به بعد ما خليت مشموم ما أدري ميسك زعفران كذا كل شيء حاولت ما وهو عني معرض فقال أما لو يدري ما له بإقباله عليك لو يدري كثر قاعد يطوف ثواب لأن ما قاعد يستجيب لك راح عليك كل هذا الثواب لو كان يستجيب لك حين ذاك كان يكسب ثواب هنا واحد من أصحاب الإمام الصادق سمع شيء من هذا القبيل ومستغرب اسمه إسحاق بن عمار يقول قلت فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذا رحمه الله سأله عن هذا فقال ائتي أهلك تؤجر يعني عاشرها معاشرة الأزواج في أجر في ثواب مو بس يعني متعة جسدية لا أنت عندك ثواب أصلا فقال يا رسول الله آتيهم وأؤجر يعني هذا تصرف طبيعي بشري غريزي ثوابش حقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت مثل ما أن الله سبحانه وتعالى لما يشوف الإنسان يسوي الحرام يرتب عليه الإثم فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت مو بس الواجب حتى الحلال الله يحبه يحب يشجع عليه فبالتالي انتلك ثواب فقال أبو عبد الله عليه السلام ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه يعني أنه يرتكب حرام فأتى الحلال أوجر يعني ليش مستصعب السال قلو إذا هو خاف من الحرام وراح سوى شيء حلال مع زوجته ما يؤجر شيء غريب أنه يؤجر هو نحاش من الحرام فبالتالي الإمام الصادق عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وآله حسب هذه الروايات تقول هناك ثواب في الأمر فإذا هذا الثواب كل يطير من الرجل لمن هو يعرض عن زوجته على كل حال العفو والتسامح حتى لو يعني الإنسان مو هو غلطان لكن هذا يب النتيجة يدفع بالتي هي أحسن دائما الإنسان يحاول بهذه الطريقة يقرب الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالنفوس البشرية هذا واحد إذن تحاول كذا تتودد لا تقول والله عزتي نفسيتي شخصيتي ما تسمح لي خلت تنازل عن هذه الأمور مدام أن تبي تصلح بيتها أثنين نشوز الزوج معصية عليها أن تنهاه عن المنكر نشوز الزوج معصية ذنب حرام قاعد يرتكب مدام منكر إذن هي عليها أن تنهاه عن المنكر بأساليب أنها عن المنكر هاي اثنين ثلاثة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي إذن السابق هذا ما نفع تروح للحاكم الشرعي وتقول مثل ما راحت تلك المرأة إلى الرسول واشتكت تروح هذه وتشتكي إذا أرادت إذا أرادت تشتكي إلى الحاكم الشرعي أنها حقوقها ناقصة أو أن زوجها ناشز بنوع من النشوز ذاك الساعة القاضي الحاكم الشرعي يستدعي الزوج ويأمره بأن يلتزم بكل ما عليه من الالتزامات استجاب الزوج وصار آدمي فبها أما إذا رفض بالمحكمة أمام القاضي قال لا أنا أبدا ما سوي أو قال إن شاء الله ومن راح رجع على نفس السلوك وعطاهم شهر مثلين أو أربع شهور لكن الأمور ما نصل حتى حين ذاك القاضي يستدعي الزوج ويقول للزوجة أمامك أمرين يا أما تصبرين على حالك يا أما تتجهين نحو الطلاق فإذا قالت أطلق قاضي يقول لا طلقها ما يطلقها القاضي يقوم هو يطلقها الحاكم الشرعي يطلقها منه إن اختارت هي هذا الأمر فسلوك الحل هو بهذه الخطوات بالطريقة الشرعية في بعض الأزواج بسوء خلوقه يشترى رضاه هذه مسألة شرعية موجودة إنه هو سؤدبه وأخلاق الزفت وكذا هي ش تسوي تعطيه فلوس جايبه قاصر بسرعة يصرف ويخلص الفلوس هي تحاول تجلب رضاه بالمال عندها إرث مثلا عندها راتب كذا تقول له هاك روح اشترلك تليفون هاك واندي كذا يجوز حرام عليه أنه ياخذها المال سحت حرام ياكل أكل مال بالباطل وفي أزواج أنا أدري في أزواج متعودين على هذا يعني عندها برنامج الحين مو شهري لكن فصلي خلي نقول كل فصل دش الصيف الأخ يبي يسافر يبي كذا فلوس خلصت معاشا خلص شي قوم يسوي أخلاق سيئة أخلاق سيئة أخلاق سيئة إلى أن يقول له ما أودك حبيبي تسافر كذا هاي خمسمائة دينار روح سافر فيهم يأخذ الفلوس وروح يسافر فهو يستعمل الضغط من هالناحية النفسية حتى يحصل على المال هذا فقهيا شرعا المال سحت مال حرام طيب إذا يستمر بهالحالة ويطقها يضربها وما يقبل إلا في مقابل المالي إنه يبتعد عن هذا الأمر أيضا ترفع عمر للحاكم الشرعي وإذا ما تأدب يقطع مثلا بالسجن أو يأمر بجلده أو أي نحو من أنحاء التعزير يعقبون عقوبة معينة حتى إنه يرتدع عنها صلى على محمد عن النبي صلى الله عليه وآله ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله له بعقوبة دون النار لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم وعنه صلى الله عليه وآله أخبرني أخي جبرايل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها أف أخذتم هن على أمانات الله الآن قد يقال المحاكم مليئة بالقضايا والقضايا طول سنوات وهذه الزوجة ما عندها شهود يشدون معاها أشياء تصير خاصة داخل البيت فما تدري أصلا أن القضية ستكون في صالحها ولا مو في صالحها ينتصف لها هذا القاضي ولا ما ينتصف نفرض مرة ثلاث سنين كذا خذت القضية لصالحها حكم لصالحها طلقها هذا القاضي شي يقولون لها بعدين طلاق المحاكم القانونية عندنا غير شرعي فأنت زوجة شرعا مطلقة قانونا يعني حقوق الزوجية تروح عليك ومن ناحية ثانية شرعا ما يجوز لك تزوجين زوجة آخر بعد انتهاء العدة فإذا ما كسبت ولا شي بل هي خسرانة بشكل كبير فوين أنتوا تقولون لنا طريق كذا اي نعم أنا ذكرت في أكثر من مرة وأعود وأكرر يمكن طبعا هذا الكلام ما يعجب كثير من الرجال ويحتجون عليه لكن لو يفكرون فيه لي لنفسهم لبناتهم فكروا فيه بناتكم أن الفتاة البنت المقبلة على الزواج هذا كلام مهم وحساس الفتاة المقبلة على الزواج تشترط على هذا الشاب في عقد الزواج أن يعطي وكالة لأبيها أو لأخيها أو لنفسها أنه إذا وصل الأمر بينهما بحيث أن هناك ضرر وقع عليها أو ما تأخذ حقوقها المهم يعني الوضع الذي يؤدي إلى طلاق الضرر أو طلاق الحاكم الشرعي إذا انطبق هذا من دون اللجوء إلى الحاكم الشرعي وكيل الزوج يطلقها منه وكيل الزوج منه واحد قرب عليها اللي هو الأبو أو أخوها العود مثلا أو هي ولكن بشكل مقيد إذا تحقق الشرط أنه وصل الأمر بحيث القاضي سيحكم بطلاق الضرر لو أنهم لجأوا إلى القاضي الشرعي إلى الحاكم الشرعي فحين ذاك هي أو أبوها مثلا أو أخوها اللي عند الوكالة يطلقها منه هنا نختصر كل هالخطوات اللي تكلمناها عن المحاكم ومشاكل المحاكم وإنه صار شرعي مشرعي وإلى آخر هنا بعد القاضي حتى ما يقدر يدخل ما يقدر يقول شيء تم الطلاق انته مجرد أنه يتم إثباته في المحكمة بشكل قانوني رسمي طبعا كثير من الرجال ما يرضون يقول أنا شون أعطي هذا حق لكن تفكر في بناتك يا ما في شباب حلوين طيبين في بداية الزواج بعد ثلاث أربع سنوات يصير شمر بن دل الجو شن الآباء يشتكون يقولون بناتنا متلعوزين بالمحاكم وقضايا ومشاكل هذا واحدة من الحلول أن تكون أنت بحكمتك تقدر أن تخلص بنتك فيما لو وصل الأمر ما في واحد يحب أن بنتك تطلق مني والطريج إن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد صل على محمد طيب ذا الزوجة هي الناشز والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا الآن النساء يسمعون يبطلون إذنهم عدل ويبطلون سوالف ويسمعون الكلام عدل إذا المرأة صارت ناشز الله سبحانه وتعالى يقول للأزواج سيروا ضمن هذه الخطة أول شيء مثل ما قلنا هناك سبيل التودد يعني الزوج يحاول يتودد الزوج يقدم لها هدية يسمعها كلام طيب يوديها سفرة مثلا كذا مع أنه أي الناشز بس يحاول أن يصلح بيت الزوجية فيسعى بهذه الخطوات النبي صلى الله عليه إن العفوة لا يزيد العبد إلا عزا فاعفو يعزكم الله مخال هي غلطانة لكن أنت عفوت نعم في بعض الحالات عفو 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 يخلي الطرف الثاني متمرد يزيد تمرده أنت قدر الأمور مصلحة حياتك هذه راحت بالك هذه وبالتالي أنت قدر الأمور اثنين نشوز الزوجة معصية عليك أن تنهاعها عن المنكر ثلاثة لما انتيأس من هذا كله تهجرها بالفراش نام بغرفة ثانية تنام ببيت ثاني تعطيها ظهرك مثلا وتنام هذا نوع من الهجران ما نفع هذا تلجأ إلى الضرب أي ضرب يقول في الحديث أنه الضرب بالسواك يعني لما تستعمل المسواك واتطق لك واحد هل راح يترك أثر على الجلد لا هل فعلا مؤلم جسديا لا الضرب بالسواك ما يؤلم يقول لما نطقها لما نتضربها أولا لا يكون هذا انتقام وتشفي ثانيا لا يترك أثر لا أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا أزرق ولا أسود وإذا تركت أثر عليك دية يعني تطلع مغلوب بعد أن لا تستعمل هذا الأمر بحيث تتجاوز في الحد يعني إذا صارت خوش آدمية ومشت معاك تمام بعد خلاص ما يصير أنت تستمر وتشوفها خوش لعبة خوش شغلة والله كل يوم كذا وطراق ولا كذا لا مو به الشكل هو ضرب لردع نفسي تترك أثر نفسي ضرب كعود السواك لما تضرب به يعني ما يعطي ألم جسدي وإنما ردع نفسي أن أنت خلاص وصلت إلى أحد يكفي هذا ثم بعد ذلك إذا هذا كله طبعا ما نفع إلى آخره حين ذاك من الممكن أنه يضيق عليها بالنفقة يقطع عنها النفقة ممكن بعدين يطلقها هذا بعد موضوع آخر قد يلجأ إليها على كل حال هناك خطوات يجب أن نلتفت إليها والقضية ليست عبث ولعبة وإنما هي قضية حساسة ومهمة عن النبي صلى الله عليه وآله أي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالكا خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أو لا منها لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص بالخشب معنى أن يأذي يترك أثر فهذا فيه قصاص يعني هي لازم تقتص منه وهذه الشغلة فيه هدية فبالتالي انتبهوا لهذا الجانب الشرعي عموما عموما تعدي الإنسان على أخيه الإنسان زوجة كانت ابنك كان إنسان أجنبي بالنسبة إليك هذا غير جائز وعليه آثار شرعية واحدة منها هي مسألة الدية وغير ذلك عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ومن لطم خد دمرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب وأما الأمويون وجلاوزة الأمويين فلم يكن يردعهم شيء ولم يكفهم أن يحزوا رؤوس الشهداء وأن يحملوها على أسنة الرماح وأوطأوا خيولهم جسد الحسين عليه السلام بل إنهم تمادوا في ذلك إلى أبعد الحدود في كتاب اللهوف أو الملهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال لما أتوا برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد لعنه الله كان يتخذ مجالس الشرب ويأتي برأس الحسين عليه السلام ويضعه بين يديه ويشرب عليه وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن يزيد ابن أبي زياد لما أتي يزيد ابن معاوية برأس الحسين ابن علي جعل ينكت بمخصرة معه ينكت ماذا ينكت سنه ويقول ما كنت أظن أبا عبد الله يبلغ هذا السن وروا اليعقوبي في تاريخه وضع الرأس بين يدي يزيد فجعل يزيد يقرع يقرع يضرب ثناياه بالقضيب وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير ثم أذن للناس في قصر الشام قصر الأمويين ثم أذن للناس فدخلوا عليه يعني على يزيد والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغرة ثم قال إن هذا وإيانا يعني علاقة الحسين معنا كما قال الحسين بن الحمام أو الجمام حسين بن الحمام أو الجمام هذا من قبيلة بني فزارة من الذبيانيين هذا كان شاعر جاهلي ماذا بماذا استشهد يزيد في تلك اللحظة في عندنا روايتين رواية تقول بأن قال بيتين من الشعر ورواية تقول قال بيت واحد اللي تقول رواية بيتين أبا قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدم يفلق نهاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم الآن الرواية الثانية تقول بس البيت الثاني قال إذا نرجع للقصيدة حتى نعرف ما مقصود هذا الشاعر وماذا قصد يزيد بالاستشهاد بهذا البيت نرجع للقصيدة نأخذ بدايتها يقول الشاعر في القصيدة الجاهلية جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوق ومأثم هذه عشيرتنا عقت يعني ما أقامت للعلاقات الأسرية وكذا أي قيمة فصارت عاقة وارتكبت الإثم بحقنا بني عمنا الأدنين منهم ورهطنا فزارة إذ رامت بنا الحرب معظما موالي موالينا الولادة منهم ومولى اليمين حابسا منقسما متقسما ولما رأيت الود ليس بنافع يعني المحبة كلها بيّنت لهم حتى أكفشرهم وإن كان يوماً ذاك واكب مظلماً صبرنا صبرنا على أذاهم صبرنا على ظلمهم هذا يزيد يقول يستشهد بهالأبيات بهالمعنى وكان الصبر فينا سجية بأسيافنا يقطعن كفاً ومعصماً يعني الحسين ومن كان مع الحسين من آل البيت قطعوا أكفنا ومعاصمنا اعتدوا علينا نحن بني أميّة يفلقنا هاماً من رجال أعزة يعني اعتدوا علينا الحسين اعتدى علينا ضرب هامات الرجال من بني أميّة قتلهم فهو معتدي أعزة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلم هذا قصد يزيد من البيت اللي ذكره يريد أن يشوّش على الناس من الحضور اللي موجودين ممن لم يشهدوا الواقعة ممن لم يعرفوا من هو حقيقة ما هي حقيقة الحسين ومن هو الحسين أراد أن يخدع الناس بمثل هذا التصوير ليبرر لهم فعلته ويقول أنا المظلوم والحسين هو الظالم أنا المعتدى عليه والحسين هو المعتدي هو الذي رفع السيف في وجهنا هو الذي اعتدى على قبيلته وأسرته فقال له أبو برز الأسلمي وهو صحابي أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذا لربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرشفه يقبله أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا ومحمد شفيعه ثم قام فولى ثم يبدو أن يزيد مع هذه المواجهة شعر بالورطة فحاول أن يلقي باللائمة على ابن زياد وأن يعطي للثورة الحسينية بعدا آخر قال والله يخاطب الرأس شريف والله يا حسين لو كنت أنا صاحبك ما قتلتك لو أنا موجود هناك في كربلا ما قد قتلتك ثم قال أتدرون من أين أتى هذا أتدرون ليش صار اللي صار قال يعني الحسين قال اليزيد ينسب للإمام الحسين أن الإمام كان يفكر بهذه الصورة قال أبي يعني علي أبي علي خير من أبيه وفاطمة أمي خير من أمه وجد رسول الله خير من جده وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر منه يعني لخص كل القضية الحسينية بأن الإمام طامع في الملك وأنه كان عنده عقدة تجاه يزيد أن يزيد حاكم والإمام حسين يقول أنا أفضل وكذا ليش مو أنا الحاكم فقام على يزيد وفعل أما فعل بهذه الصورة حاول يزيد أن يتلاعب بالأمر يقول ابن نمى الحل في مثير الأحزان قال علي بن الحسين عليه السلام أدخلنا على يزيد ونحن إثنى عشر رجلا مغللون فلما وقفنا بين يديه قلت أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحال وقالت فاطمة بنت الحسين يا يزيد بنات رسول الله سبايا فبكى الناس وبكى أهل داره حتى علت الأصوات إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته شكرا